السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيضا المرأة إن شاء الله تكون أحوال كلها بخير المرأة الداكرة لله سبحانه وتعالى المرأة المؤمنة المرأة الصادرة المرأة المربية للأجيال المرأة الفنانة المبدعة المرأة الملكة في المملكة ديالها فأنت العالم والعالم وأنت أيضا المرأة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته زموريا روكا لإيطاليا اليوم ان شاء الله سنقدم لكم ان شاء الله تعالى نخدمه جميع حرشة السميد ولكن بطريقتي الخاصة سميد رقيق تقريبا زلافة بورتوقال ليمونة خط القشرة لها وكذلك سوف نعصرها كما نفعل منها كاس لدينا خيز زهنة محكوك بغيتي اختي دوزي في المقلق دوزي بغيتي تخلي بحلب قصة خضر خليه مدين هذه الوصفة شوية ثكار قبيصة المليحة شوية القرفة هذه الوصفة تدريها لوليداتك لما كي بغيتي بغيتي يأكله خيز زهنة وعارفينه بأنه وقائي لبزاف الامراض وغني بزاف البيتاميات رفيت سبقنا دوينا عليه في واحد شلادة دوينا عليه وقلنا الخواص دياله حاولي انك تدريه ليهم بحالها كدينة سواء في إنكاك في طورطة سواء بحالكونا في حريشة تدريه ليهم باشي يستفدوا منه رمزين بيتاكاروتين 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 واحد المادة اللي فيه لأنها جد 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 صحية هنا حكينا البولشة ديال سميته الجلفة ديال القشرة ديال البرتوقال وانا غنصردها بالبرتوقان ووريكم الطريقة إن شاء الله سميته 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 بعد ما غربلناها طبيعة الحال نغربلوها كيف نهويوها عرفناها بأنها نقية وكل شيء وذيجها نغربلوه بخصوص الشيء اللي يكون عندنا هنا هي يكون منقية ومغربل ومغربل مزيان مراقب مزيان ولكن نغربلوها من أجل أننا نهويوها سميته قفصة الملح نغربل وإن تشجع فنزيد السكار حسب الدوق سهرب فنزيد سكار سنخلط كون نزيد قرفة سخيز نضيف الخيز و الزس بورتقال نضيف الخيز كاملة نضيف الخيز أقليل المعرقات صغيرة في البقاء الحكم يدرون شلادة شلادة المحببة و القرفة والبرتقال نضع عسميج ونحاول نخلط هذا كلام اختي ستسخن مقلع سوف نضع المقلع نضع المقلع الساعة نتصنع مقلع ونحاول نضع الخليط يمتلك للحرشة نحن سألعب في القطع المقلة الثقيلة قمح الصلب صحي ، خيز زوتا هو ، البرتقال ، هذه الطريقة غداؤنا دواؤنا لا تنسى ان تكون من ذاكري الله سبحانه وتعالى اختي قلبناها على جهة اخرى ممكن ندريها في مقلة صغيرة بجيك غليظة انا اريد الحشز كل رقيقة نغطيها دارا على نار متوسطة باش طيب مزيان تمل داخل اختي لا تنسى ذكر الله سبحانه وتعالى لا تنسى انك تكون من الذاكريات المسبحات الله سبحانه وتعالى لا تنسى انك مرة مرة تحاولي انك ذاك الهاتف ديالك ذاك تليفون ديالك تحاولي تخدميه مرة مرة بشي حاجة اللي في الصالح ديالك انك مرة مرة تحاولي تمشي القنوات اللي مفيدة وهادفة قنوات كثيرة كينة اللي فيها تلاوة ديال القرآن واختي لك سبك تعرفيش تقراي ممكن انك بنقرة واحدة تدري قناة ديال القرآن وتطمطي لها را عندك فيها الاجر والتواب ورها طمأنينة وراحة وعلى ذكر هاد القناوات كانت القناوات عدة اللي دارين تلاوة ديال القرآن ترتير ديالو تجويد ديالو ممكن تنقرأ تبارك الله موجودين تنقرأ ووخة عن الساعة في النهار تستراحي وتطريحي نفسك وبغيت نقول بان هاد القناة هي عالم المرأة يعني بكل ما يخص المرأة ماشي قناة دينية لانني سمعت اخوات اللي جزيهم باخير قالوا بانها دينية ماشي قناة دينية هادي انا ماشي امام الخاطيب انا ماشي عالم في قلوم الدين انا انسانة امات الله كب جميع الايالات بحالي بحالهم مكنش فرق بيني وبينهم كنحاول نذكرهم ونذكر نفسي بذكر الله هذا ماشي كعني بان القناة ديالي دينية قناة ديالي انا متنوعة خاصة بعالم المرأة المرأة في الجانب الصحي انها توجد تغذية واطباق صحية ومفيدة في عالم الجمالي انها هندر لها بعض الوصفات جميل طبيعية كذلك في العالم النفسي اننا نقوم بشي اشياء وبعض تمارين نفسية اللي كتوريح النفس وكذلك في الجانب الروحي ومني كنحضر على الجانب الروحي رفيه دكر الله في استماع القرآن في هاد الاشياء يعني المرأة ميمكنش انها غتعيش بشي جزء من دون هاد الاجزاء الكاملين لابدا مخصها لذلك هذه القانات مسميها قانات دي العالم المرأة يعني كتخص بأي مرأة ومشي انها قانات دينية ولا قانات إرشادية ولا الوعظ والإرشاد هذه القانات اللي كتخص المرأة البسيطة المرأة العادية انها تعرف كيفاش تذكر الله سبحانه وتعالى وتحاول انها تذكره تحاول انها مرة مرة تكون مع مائية الله سبحانه وتعالى ودائما تحس بأن الله معي الله شاهدي الله ناظري أختي ها هي طابت دلنا على عافية متوسطة وغطيناها وخليناها تطعف لجويه بجوج ها هي جاهزة تقدمها لوليداتك وتقدمها حتى الضيافك رها صحية مفيدة جربيها هحاولي أنك تدري المقلة ما تلسقش ورا كي يجي ماداق هائل ديال البرتقال وكذلك ديال الخيزة ورا كي يجي ماداق هائل وراها جيد صحية ها هي قدمها لعائزك بالصحة والراحة ها هي جيد صحية وكي لا تنسى جذكر الله سبحانه وتعالى وما تنسى جميع الأدعية والأذكار اللي سبقنينا قلناها كلها حاولي أنك تقوليها وما تنسى دعاء دي سيدنا يونس عليه السلام وحاولي دائما أنك مرة 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 تخدمي القرآن قنوات كتير كينادينية دي القرآن الكريم حاولي أنك تسنطي لها مرة مرة تسعطيك الطمأنينة والسكينة الحرشة ديالنا هي هادي وجدات بالصحة والراحة نخليكم إلى خير السلام عليكم ورحمة الله وبركاته